الحديقة أكدت إصابة اتنين من الضباع بفيروس كورونا المستجد الإعلان ده جاء عبر صفحة الحديقة الرسمية على بنصة تويتر الحديقة قالت أن اليوم تم التأكد من أن اتنين من الضباع واحدة اسمها نغوزي عندها 22 عاماً وكيو عندها 23 عاماً اتصابوا بفيروس كورونا المستجد الحديقة أيضاً أشارت في بيانها أنهم أجروا فحوصات طبية في مركز الخدمات البيطرية الوطنية التابعة طبعاً لوزارة الزراعة الأمريكية وأكدت إصابتهم الاثنين بفيروس كورونا أنا عايزة أقول حاجة برضو مهمة جداً هنا لما بدأت الموجة الأولى من كورونا حول العالم بعدها بفترة يعني بعدما حصلت الموجة الأولى بشوية فيه إشاعة الحقيقة أنا معرفش مين اللي طالها في العالم قالت أنه الحيوانات وتحديداً القطط والكلاب مو بعض أنواع الحيوانات الأخرى ممكن تكون سبب في نقل الكورونا للأشخاص والحقيقة أنه ساعتها فيه ناس تحسوا أنها مسدقت يعني فيه ناس حبها للحيوانات مش حب حقيقي لأنه أول ما ساموا على الإشاعة دي فتحوا أبواب بيوتهم وطاردوا الحيوانات الأليفة اللي مولودة في بيوتهم طاردوها بره في الشارع صربوا يعني قططهم وكلابهم يعني قالك لا دي بتجيب كورونا يعني على الأساس أنه هما لما عملوا كده هما نفسهم خلاص اتأكدوا أنه هما مش جاي لهم كورونا والحقيقة بقى أنه الأيام أثبتت أنه ده ما حصلش بل بالعكس فيه واقعتين حصلوا أنه الشخص هو اللي نقل لقطه الأليف أو لكلبه الأليف كورونا وليس العكس إحنا بنتكلم دلوقتي على حاجة تانية خالص إحنا بنتكلم على أنه دي ضباع إحنا مش عارفين برضو البيئة اللي كانت عايشة فيها مش عارفين ده حصل إزاي لسه الدراسات شغالة عليها هل كان فيه أشخاص مثلا من الحراس اللي موجودين في الحديقة الناس كانت بتتعامل معاها لسه برضو مش مكتشف ده لكن يعني عايزة أستغل للفرصة دي الحقيقة وأقول أنه بلاش يعني أسهل حاجة كده تبقى عندنا أنه نسمع أنا دايما في الحقيقة في المواقف دي بفكر بطريقة معينة بقول يعني لو ابن حضرتك أو ابن حضرتك لقدر الله جالوا كورونا هتفتحوا الباب وتصربوهم يعني حتعالجوه وتخلي بالك منه مش هتصربوا كده على طول وبالتالي بلاش يبقى فيه تلكيك دايما على الحيوانات والتعامل معها لسه الدراسات شغالة لمعرفة المزيد عن كيفية إصابة الضابعين دول بكورونا المفرقة في الخبر ده منه أن موظف الحديقة بيقولوا أن الأعراض اللي شئفوها ولحظوها على الاثنين الضباع تقريبا مشابهة لأعراض الكورونا في الإنسان يعني كان عنده خمول وفيه إفرازات في الأنف وسعال متقطع ويعني أظن هي المعلومة دي كانت مفاجأة بالنسبة لي أن نفس الأعراض اللي عند الحيوانات في فيروس كورونا هي تقريبا نفس الأعراض اللي اكتشفوها عند الضباع عند الإنسان عند البنيا قلت عند الحيوانات نفس الأضاء إيبا النحي الثاني عند الإنسان تمام مشابهة لما يصاب إلى الإنسان عشان لسه لم يذبط يعني أنه يصيبت حيوانات بكورونا ترجمة نانسي قنقر